هلو حبيبي عاملين ايه اخباركم ايه مشتاقت لكم كل شي هوي في البداية حبيت اسألكو عن رأيكم في صمر الجديدة وتعالوا النهاردة نشوف مصير صمر وجمال في الحلقة 92 من مسلسة الحراء في البداية شفنا صمر لما راحت واتفقت مع امه مزيفة علشان تعمل امها قدام عيلة عدنان السادي دي اسمعها شايماء قعدت وتكلمت معاها وشرحت لها ظرفها قلنا نشوفنا الحلقة بعد كده ملاقي سهيل جهه وبيهدد الست ان هو ممكن يوديها فتحية بسبب النصب اللي هي عايزة تعمله مع صمر وطبعا كان معا كمان تسجيل السادي دي تعالوا نشوف اللي ممكن تعمله ومصيرهم ايه في حلقة 92 في البداية لما سهيل هادد الست وقال لها ان اللي بيتعمله ده نصب وانه مش حيسكت وحيبلغ الشرطة بتخاف طبعا بيقولها ان هو عارف كويس جدا ان هي ممكن ما تعملش كده وانها هتخاف على نفسها بيدي لها فلوس وبيقولها لازم تسافري برا لبلد انت سافرتي خلاص ملكش دعوة بقى بانتفاقك مع صمر انا هتصرف معاها وبالفعل بيروح سهيل المكتب اللي صمر كانت راحت علشان تأجر منه امه مزيفة وبيقول للست ان الست اللي كانت هنا وراحت لصمر سافرت خلاص تعبت مش هتروح لما صمر تيجي تسألك عليها قولي كده وساعتها ست كانت خايفة منه وانتهديده فاضطرت توافق ان لما صمر تيجي تسأل عن الام المزيفة ليه مجاتش تقول لها ان الست دي سافرت وترجع على فلوسها وخلاص على كده وهو هيتصرف وهو هيجيب ام ليها ويبعتها على بيت عدنان ودي كانت خطة جديدة من سهيل ان هو يجيب واحدة يعرفها هي اللي هتعمل الخطة علشان يكون ضده سمر والست دي هيجيب ام ما عرفته وهيعرفها بالضبط تعمل ايه علشان تنتقل من سمر وبالمرة من عيلة عدنان وبيروح وبيتفق مع الست دي وطبعا شفنا سمر لما راحت وقالت لجمال في المكتب وغازت فريدة ان ما موتها جاية وقالت كده علشان تغس فريدة وساعتها قالت لمديحة الامها هتنزل في الفندق ومديحة قالت عيه فندق ايه لازم تنزل هنا عندنا وبتروح مديحة وبتظبط الاكل مع سعاد علشان يستقبل امه سمر اللي المفروض جاية النهاردة سمر بتتصل بالست علشان تتفق معاها تيجي الست مش بترد تنفونها مقفول سمر قال انا جدا مش عارفة تعمل ايه ايه اللي حصل وراحت فين الست اللي اتفقت معاها طبعا السويل كان زبط الدنيا وبعت ست البيت عدنان المفروض ان هي ام سمر في حين ان سمر كانت موجودة في الشركة وقال انا جدا بتقول ماما ما جاتش مش عارفة ليه جمال عايز يروح معاها علشان يروح يعني يشوف امها ويجيبوها من مطار لكن رافضة سمر رافض بقت وبتقوله خليك هنا انا هروح اشوف ايه اللي اعطلها سمر بتجري وبتروح على المكان اللي اقجرت منه الست دي وبتسأل الست اللي هناك عن امها المزيافة المفروض تيجي الست بتقول ان اللي انت كنت متفقة معاها تعبت او سفرت واحنا بعضنا واحدة تانية طبعا سمر تصدمت ازاي يعني بعضت واحدة تانية سمر بتجري على طول على البيت وطبعا جمال كان معاها وساعتها كانت ام سمر اللي بعيتها سويل راحت على بيت عدنان وعرفتهم بنفسها ان هي ام سمر وحطتها قدام الامر الواقع سمر بتروح على البيت وبتتفاجئ بواحدة بتقولها اهلا يا بنتي طبعا كانت مصدومة جدا وطبعا سهيلة عارف كل حاجة ومدبر كل حاجة سمر بتوصل على البيت وبتتفاجئ بامها دي وجمال بيوصل مع فريدة بعد ما دي حما بتكلمه وتقول ان يكون فاجأة كويسة وتعالى دلوقتي الستة اول ما بيشوف فريدة بتفكرها من العيلة لكن عدنان بيحقر فيه فريدة وبيهنها قدام الكل بيقول ان هي مجرد واحدة شغال عندهم ام سمر الجديدة واخدى حريتها على الاخر بتتكلم بتتحك بتهزر مديحة متضايقة منها تقريبا كده مش طيقاهم من اول يوم شافتها فيه ودي الخطة اللي عملها سهيل ان الستة دي تبقى خفيفة وتحكي كتير وتتكلم وتحاول كمان تجزي بينتباهها عدنان وده اللي هنشوفه من خلال الحلقات الجاية وازاي مديحة هتكون غيرانة جدا على عدنان من ام سمر المزيفة دي وسهيل طبعا مع كل حاجة وكل مشهد بتقدمه بيسقف لها وبقولها برافو عليك استمري وحتفضل الستة دي معانا كم حلقة وحنشوف ازاي هتقدر ان هي تنتقم من سمر وتوقعها في مشاكل معالة عدنان وتحاول ان هي تاخد عدنان كمان من مديحة ويخرجوا مع بعض ويروحيجوا مع بعض اما بخصوص فريدة فبيكون قلبها مجروح ان خلاص ام سمر جات وان موضوع جواز جمال وصمر قرب من وجهة نظرها طبعا وبتكون مدهيئة كتير ومنلاقي كمان ان جمال بيقولها على الصورة اللي كانت معاها ليهم من زمان ملاش لازمة ارميها واحرجها جدا في المكتب وكانت مكسوفة جدا لما قالها كده الفيديو بتاع بيخلص ولسه حنشوف مواقف كتير لام سمر وده كان مصير جمال سمر فريدة في الحلقة 92 من مسلسل حير يا رب في فيديو كن عجبك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس علشان يصلكوا كل جديد حبكم كل شي هواي باي باي اشتركوا في القناة